منذ انطلاق الحرب اليمنية، كانت البلاد صاحة صراع إقليمي، إلا أن طول أمد الحرب زاد من ذلك مع دخول أطراف جديدة على خط الأزمة، لتبدو المبررات الداخلية وقد تلاشت تماماً. في التقارير الدولية، يأخذ الدور الإقليمي في الصراع اليمني كامل المساحة، مغطياً على كل أسباب الحرب ومتجاوزاً لها، ما يترك المجال للحديث عن إمكانية حل النزاع عن طريق الدخول في تسويات إقليمية. مؤخراً أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً تحت عنوان كيف يمكن إنهاء حرب اليمن؟ التقرير أبدى تفاؤلاً بالتصريحات النعيمة المتبادلة بين السعودية وميليشيا الحوثي بشأن إيقاف إطلاق النار بين الجانبين. داعياً الإدارة الأمريكية إلى ما أسماه قطف هذه الثمار الناضجة والأخذ بيد الرياض والحوثيين لعقد الاتفاق وإيقاف الحرب في اليمن. في العديد من الدراسات والمواقف، تغيب عن المراقب الدولي رؤية الأزمة اليمنية كما هي على أرض الواقع. ويذهب الكثير منهم إلى تشخيص الحرب اليمنية على أنها نزاع بين السعودية والحوثيين. مفترضين أن إبرام أي اتفاق بين هذين الطرفين يمكنه إنهاء الحرب وتحقيق السلام في البلد. في كل محطات العمل من أجل إنهاء الحرب في اليمن، يقفز المجتمع الدولي على حقيقة الصراع في اليمن باعتباره صراعاً داخلياً بين الدولة ممثلة بالسلطة الشرعية وبين ميليشيا سطت على السلطة بشكل غير قانوني. ما يجعل من عملية تحقيق السلام مجرد أمان غير واقعية أو عمل مواجه في صالح ميليشيا الحوثي. يوماً بعد يوم، يتحول الملف اليمني إلى ورقة إقليمية. وهو ما يجعل بعض المراقبين يرون أن المرحلة القادمة قد تحول البلد إلى ساحة لأي تسوية إقليمية برعاية دولية ليأتي الحل على غير ما يريده اليمنيون. السلطة الشرعية التي تقيم في الرياض أعضعت كل بيضها في سلة السعودية في ظل تعرض الأخيرة لضغط ملفات دولية وإقليمية متزايدة. فإن أي تسوية قد تقدم عليها الرياض في الملف اليمني ستكون حتماً على حساب تطلعات اليمنيين وتضحياتهم طوال الخمسة الأعوام الماضية.